نعم فعليا المؤشرات الميدانية تؤكد أن العملية العسكرية التي شنها جيشا لاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة لا تزال مستمرة تعتبر هي ثاني أكبر العمليات التي تستهدف مخيم نور شمس شرقي مدينة طول كرم على ما يبدو أن المؤشرات الميدانية تؤكد على أن هناك استمرارية أكبر لربما نخترق حاجز اليوم وال24 ساعة لهذه العملية ما يحدث داخل المنازل مداهمات تخريب خلع للأبواب باكتياد عدد كبير من الشبان الفلسطينيين وكبار السن إلى نقطة تحقيق ميدانية اعتقال من يتم اعتقاله إذا ثبتت أي أدلة اتهام وفق المنظومة الأمنية الإسرائيلية وإطلاق صراح البعض بشرط لا يعود إلى داخل المخيم داخل المخيم ظروف صعبة هناك نقص في مستلزمات الحليب والأطفال الردع النساء الحوامل في ظل طبعا إغلاق عيادة الوكالة والعيادة الرئيسية في المخيم وعدم قدرة مركبات الإسعاف الوصول إلى المنطقة سلسلة استهدافات بالعبوات الناس فشهدناها خلال الساعة الماضية سواء هنا في مخيم نور شمس أو حتى في مخيم تول كرم بالإضافة إلى تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية وتمكن الأذرع العسكرية في مخيم تول كرم من إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسحبها الصورة الميدانية على حالها هذه النقطة هي نقطة التحقيق الميداني لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل داخل هذا المكان بعملية تحقيقات ميدانية مع العشرات من الشبان يقول بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم احتجاز العشرات واعتقال سبعة حتى هذه اللحظة ضمن عملية مكثفة ضد ما وصفه بالخلايا الإرهابية وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي للحديث أكثر ينضم إليه سيد سليمان الزهيري أحد قيادات مخيم نور شمس في هذه اللحظات تمكن من الوصول إليه أو في نطاق المنطقة للاستطلاع أكثر على تفاصيل ما يحدث وهو بالمناسبة كان خارج المخيم لأن المخيم يشهد حضراً للتجوال فعلياً ما الذي يحدث داخل مخيم نور شمس طبعاً هذا هو الاعتداء التاسع منذ العدوان على قطاع غزة وقد يكون الأصعب على أهل مخيم نور شمس يتعرض المخيم لكل أشكال الإرهاب لكل أشكال القمع اللي بتعبر عن الحقد والفاشية الإسرائيلية يدخلون المنازل يدمرون محتوياتها ويعتقلون كل الرجال فيها تم إنشاء ثلاثة أو أربع مواقع للاعتقال والتحقيق الميداني يتم التحقيق مع الشبان وكبار السن حتى جزء منهم يتم ترحيلهم إلى المعسكرات والمعسكرات لاعتقال داخل الخط الأخضر وجزء آخر منهم يتم إطلاق صراحهم ولكن بشرط عدم عودتهم للمخيم وبلزموهم الذهاب إلى المدينة مشياً على الأقدام مخيم نور شمس يتعرض منذ ليلة أمس لحصار مطبق وبالإضافة إلى إعلان منطقة عسكرية مغلقة وكذلك حظر للتجوال هناك احتياجات هنا السؤال أمام إعلانه كمنطقة عسكرية مغلقة وحظر التجوال ولربما المؤشرات تؤكد أننا قد نشتاز 24 ساعة من هذه العملية العسكرية لأنه لا مؤشرات انسحاب حتى هذه اللحظة داخل المخيم تمت نداءات استغاثة وصلتنا من المواطنين فعلياً ما طبيعة هذه النداءات داخل المخيم؟ معظم هذه النداءات تأخذ الطابع الإنساني احتياجات لكبار السن لأصحاب الأمراض المزمنة للأطفال جميعهم لا يستطيعون أصلاً الوصول إلى عيادات الوكالة في المخيم لأنها أصلاً مغلقة ويتم احتجاج سيارات الإسعاف ممنوع على سيارات الإسعاف الاقتراب من المخيم ونراها دائماً على أبواب المخيم ويحضر عليها الاقتراب وبالتالي هناك احتياجات هناك يعني نقول أكثر من هيك يعني خلال الفترات السابقة تقريباً نصف الشهداء قضوا بسبب عدم توفير الإسعاف في الوقت المناسب يعني نزفوا حتى الموت وكانت إصاباتهم ليست بالبليغة يعني خلال الشهرين الماضيين استشهد في مخيم نرشميس حوالي 27 شهيد في معظمهم من الأطفال وجزء كبير منهم استشهد لأنه لم تصلوا للإغاثة الطبية في الوقت المناسب حالياً نعاني من نفس الموضوع هناك أمراض مزمنة زي غسيل الكلا زي أمراض قلب أمراض شريين لا يستطيع الوصول للمستشفيات حتى هذه اللحظة ومن هنا نوجه نداء عاجل للمؤسسات الدولية للصليب الأحمر حتى ينقذ على الأقل هذه الفئة العمرية من الناس هذه الفئة الهشية التي حياتها في خطر الآن تدمير للبناء التحتية مستمر طوالي الاقتحامات الماضية وبالكاد تم إعادة تأهيل ما يمكن إعادة تأهيل وفق الإمكانيات المتاحة ما الذي يريده الإسرائيلي اليوم من مخيم نور شمس مخيم نور شمس مثل باقي المخيمات هو أحد أهم عنوين النكبة الفلسطينية المستمرة وبالتالي كسر إرادة الشعب الفلسطيني ستبدأ من المخيمات لكن ما نلمسه من أبناء شعبنا في المخيمات أنهم صامدون ثابتون لن يتزحزحوا يطالبون بحقوقهم المشروعة وعلى رأس حق العودة إلى قراءهم المهجأة التي تم تهجيرهم منها مخيم نور شمس تعرض للكثير الكثير من التدمير يعني في مناطق تم تجريفها عدة مرات وتدميرها عدة مرات تم تجريف وتدمير البنى التحتية شبكات المياه شبكات الكهرباء الصرف الصحي بالإضافة لخسائر كبيرة جدا في الممتلكات الخاصة هناك كثير من البيوت تم تدميرها وإحراقها منذ قليل تم تدمير بيت عصوم العالي أحد المواطنين في مخيم نور شمس تم الاعتداء على البيت قبل حوالي أسبوع أو أربع أيام وتم تجريف جزء منه اليوم قاموا بتفجيره أيضا هناك اعتداء حتى على المساجد مسجد أبو بكر الصديق مسجد أبو عبيدة وعدد من المساجد الأخرى تم العبث في محتمواتها والاعتداء عليها وتحطيم أبوابها وشبابيكها لدينا أكثر من مئة بيت بلا شبابيك ولا أبواب في هذه الظروف الصعبة البرد القارس لكن ما يثلج الصدر موقف المؤسسات الوطنية المحلية مثل البلدية طول كريم التي دائما تكون السباقة في الحضور إلى مخيم نور شمس على الأقل تخفيف من حجم الضمار تخفيف سبل العيش على الناس بمجرد قروج آخر جندي تتقدم فرق البلدية وتقوم بإصلاح كل ما تم إعطابه قد تأخذ بعض الوقت ولكن الناس يعني كثير مساعدين أن يجدوا مثل هذه المؤسسات الوطنية حاضرة وقت ما يحتاجونها يعني حم الله مخيم نور شمس والأهالي في داخل المخيم شكرا جزيلا لك سيد سلمان الزهيري أحد قيادات مخيم نور شمس بطبيعة الحال لربما نداءات الاستغاثة هي الأبرز حقيقة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية داخل المخيم في ظل استمرار عملية الاحتجاز والاعتقال وفرض الحصار وحضر التجوال على المقيم باعتباره منطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر